في مصر أثار خبر ترجمة رواية الغريب لألباركامو للعامية المصرية حالة من الجدل في الوسط الثقافي الرواية من ترجمة هكتور فهمي الذي سبق له ترجمة روايات أخرى باللهجة العامية منها الأمير الصغير وهو النهج الذي يسلكه مترجمون آخرون منمنمات التقى هكتور فهمي للحديث عن هذه الترجمة ولماذا يرى أن اللهجة المصرية تصلح بديلاً عن الفصحة في الكتابة الأدبية؟ فكان رده استخدمت لغة زي التريبة اللي احنا نتكلم بيها دي لغة أكاديمية لما مثلاً دكتور هيكلم الطلبة بتوعه لما رئيس الجامعة هيكلم الأسادزة هتبقى بالطريقة دي فأنا استخدمت المستوى اللغوي ده لديه ناسب اللي عمل ففكرة عامية وفصحة دي مستويات لغوية داخل كل لغة أنا بعتبر اللغة المصرية لغة منفصلة وبعتبر أن أنا بترجم باللغة المصرية الفصحة المصري دي لغة منفصلة عن لغة العربية لها مستواتها اللغوية زيها زي العربي بالزبط يعني جول العربي في المستوى الفصيح ده زي مثلاً كتابات طحسين والعقاد وفي المستوى نستميه المستوى العامي اللي ممكن نسميه اللي هي اللغة البيضة اللي هي بتبقى بيحاول يقرب بيها الأقرب قدر ممكن من الناس نفس الكلام بالنسبة للغة المصرية عندنا اللغة لها مستويات العمية زي مثل اللي بيكتبها طبعا شعر كبير أحمد وقاد نجم والشعر الكبير سلاح جاهين ففكرة أن أنا أحتقل لغتي اللي بتكلمها كل يوم اللي بفكر بيها و اللي بحلم بيها دي يعني شايفة أنها مش منطقية ليه أن أنا أحقر لغتي بالشكل ده وسميها العمية طبعا الفئات المستهدفة هي المصريين في الأساس والناس اللي بتكلم بلغات مختلفة اللي بيحاولوا يتعلموا مصري يعني الأجاناب اللي بيحاولوا يتعلموا مصري ده مرور دعوة خالص وما يقصرش على اللغة العربية بالعكس أنا شايفة أن ده يمكن يحمي ويفيد اللغة العربية لأن أنا النهاردة لما أبتدي أعبر بلغتي وقدر أوصف اللي أنا عايز أقوله بلغتي هعرف عمله بشكل كويس طيب لو أنا ما بعرفش عربي كويس بيحصل إيه أعايز أعبر بابتدي عبر غلط وبيحصل أن أنا بيطلع أعمال يعني أدبية مش على المستوى المطلوب تبقى خلطة غريبة كده ما بين اللغات أو اللهجات بأبنى معناها صح واللغة العربية فبالتالي بتفقد معناها هذه الرؤية يؤيدها البعض ويقف البعض الآخر على الحياد فيما يعارضها آخرون لاعتبارات يوضحها لمونة منمات الدكتور سامح إسماعيل الباحث في العلوم السياسية وفلسفات التاريخ في البداية أجد أن هذا الطرح يفتقد إلى أبسط قواعد المنهجية العلمية أو المنهجية البحسية التي لا غنى لأي باحث عنها أو أي مترجم حتى عنها فاستبدال اللغة العربية كلغة معيارية ليست جامدة وإنما يمكنها تقبل المزيد من المصطلحات لأن اللغة ليست كالأجرام السماوية السبتة في السماء وإنما هي تستقبل باستمرار نتيجة للتلاقح الحضاري والاختلاط ما بين الحضارات واللغات فيما بعدها البعض يعني عن أي لهجة مصرية يتحدث أو عن أي لغة مصرية يتحدث عن اللغة الإقليمية، اللغة الجغرافية، اللغة الاجتماعية أيضا هذه هي اللهجات المتعددة والمتفاوتة التي أعتقد أن المترجم وقع في خطأ منهجي فادح بأنه حاول أن يستبدل اللغة العربية كلغة معيارية أم بأحد الألسنة الدارجة أو الألسنة المحلية ألا وهي اللسان المصري ضمنها أعتقد أن المعين اللغوي الذي يمكن للكاتب أن يأخذ منه أو المترجم أن يأخذ منه يفتقد إلى أبسط قواعد مفهوم اللغة اللهجة المحلية، اللهجة المصرية هي لهجة خاصة تندرج ضمن اللهجات المنتمية لللغة الأم وهي اللغة العربية وليست لغة خاصة أو مستقلة بنفسها وأعتقد أن الهدف غير مباشر من وراء ذلك يمكن أن يكتنفه بعض النزوع الفاشي أو النزوع الشوفيني بعض الشيء بدعوة أن نستقل بلغتنا المحلية أو لهجتنا المحلية عن اللغة الأم وهي اللغة العربية ويمكن لللبناني أيضا أن يستعيد عن العربية باللبنانية وهكذا تتحلل وتتفكك بنية اللغة العربية في المنطقة كلها وتبقى لهجات محلية نطلق عليها لغات بينما هي تفتقد إلى أبسط قواعد اللغات وهي التحديد اللساني تفتقد إلى التحديد المعياري المفاهيمي أيضا القالب اللغوي أو القالب القواعد اللغوية الذي يحكم بنية هذه اللغة وهنا أعتقد أن المحاولة هي محاولة محدودة ولن تؤثر على المدى البعيد لأننا بصدد نوع من أنواع تأويل الخاطئ لمفهوم اللغة أو التأويل الخاطئ حتى لمفهوم اللهجة باعتبار أن اللهجة هي لغة حاكمة في المنطقة